بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا اللقاء نستهله بإزجاء التحيات إلى حضراتكم في صحبة هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الفريد لغة القرآن على شاشتكم الغالية الأثيرة قناة الناس مشاهدي الكرام يقول ربنا سبحانه وتعالى قل أطيع الله والرسول طبعا لا يخفى على حضراتكم أنه حين قدم الله قدم الله لأنه لا يتقدم الله أحد ولو كان الرسول وأخر الرسول لأن طاعته فريضة لأنه رسول الله ليس لشيء آخر طاعة الرسول فريضة علينا لماذا؟ لأنه رسول الله ده مبلغ عن الله ولذلك أما راح الصحابية مرات الصحابي اللي مخلف بنتين وقالت له يا رسول الله إن زوجي مات وعرف زوجها ولي منه ابنتان وجاء أبناء عمومته ليستولوا على المال كانوا العرب زي كل الأمم ما بيقرسوش البنات كل الأمم النهاردة الناس اللي بتدي البنات حقوق الناس أصحاب الكتب السماوية الذين يمارسون شرع الله ويحترمون ما أنزل الله اللي انحرف عن هذا ولا يديش البنات حقوقها ده لا يصح أن ينسب نفسه إلى دين من أديان الله الدين تسمع الكلام التنفس المال الذي يحرم منه البنات يمحقه الله وإن طال الزمن والمال الذي تعطى النساء فيه حقوق حقوقهن يبارك ويضاعف وهذا هو جزاء الالتزام الذي يلتزمه عباد الله الطيبون الطاهرون فأطيع الله والرسول هذا أمر ينبغي تنفيذه على المسلمين تماما لا تصحه دعوة الإيمان إلا بالطاعة كما قال في الأثر الإمام أبو الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل كلمة تسوى ملء الأرض ذهبا ليس الإيمان بالتمني يعني ليس الإيمان بالادعاء والفخر والكلام باللسان إنما الإيمان بما ملأ القلب حبا لله ويقينا به وصدقه العمل في الواقع تل إيمان الصحيح قل إن كنتم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن تولوا ما ذكرش ليه فإن اعتصموا أو فإن نفذوا فذلك طيب أو أي حاجة زي ما قال فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فبقية الآية الكريمة ليه قال هنا الشئين وهنا ما قالش فإن أطاعوا فإن الله يحبهم وإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال لك ما هو لما يقول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ضمنا فإن أطاعوا فإن الله يحب الطائعين فكأنه قال ما دونتوا هتفهموها ولا لا هتبقى تحصيل حاصل جميل حلو أوهي وكمان هو عوزهم يطيعوا فقال فإن تولوا ما قالش فإذا تولوا ما قالش فإذا تولوا قال فإن تولوا ليه لأنه يحب أن نطيع فبيقل النسبة غير الطائعين إن دي يعني فإن يعني يعني لأبهم الشيطان ومجموعة منهم تولت يبقى يريد الله أن يكون الطائعون أكثر من حبه لنا فإن تولوا طيب اللي تولوا دي معناها إيه قالت إما إما أن يكون الكلام فعل مضارع والتقدير فإن تتولوا فإن الله لا يحب الكافرين ويبقى الكلام كله خطاب من الرسول لهم أطيعوا الله والرسول فإن تتولوا يلا أنا بكلمكم فإن الله لا يحب الكافرين وحزف إحدى التائم من الفعل تتولوا بقى تتولوا حزف تأمنهم تخفيفا في النطق اسمع كده فإن تتولوا فإن الله لا يحب الكافرين فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ينقول أخف فإن تولوا طيب ويبقى كل الكلام من الرسول اللي بيكلمهم أطيع الرسول بيقول أطيعوا الله والرسول وبيقول فإن تتولوا فإن الله لا يحب الكافرين يبقى الكلام هنا خطاب من الرسول لهم طيب وحاجة تانية ممكن يكون الفعل ده ماضي قل أطيعوا الله والرسول ده اللي تقوله لهم وأنا بقول لك أنت بقى يا محمد فإن تولوا يعني أعرضوا عنك فأنا ما بحبش الكافرين حل فاصل بعده نواصل موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقد عدنا إلى حضراتكم بعد الفاصل يبقى فإن تولوا إما أن الفعل مضارع لو الرسول مأمور بأنه يقول لهم أطيعوا الله والرسول فإن تتولوا ولا تطيعوا فإن الله لا يحب الكافرين ويبقى الفعل مضارع بتاع تولوا ده حزف التأمنه تخفيفا وإما أن يكون الفعل ماضي تولى يعني أعرضا ويبقى كلام الرسول أطيعوا الله والرسول قل لهم أطيعوا الله والرسول وإما أطعوش وتولوا يا محمد يبقى الخطاب لرسول الله فيه وإن تولوا فإن تولوا يبقى الخطاب للرسول مش من الرسول لهم ما هو فإن تولوا وإما أن الله فيه وإن الله لا يحب الكافرين يبقى الخطاب لهم من الرسول إنما إذ اعتبرنا الفعل تولوا ده ماضي بمعنى أعرضوا يبقى الخطاب من الله للرسول قل خاطبهم قائلا أطيعوا الله والرسول وأنا أخاطبك قائلا إن تولوا أعرضوا عنه فإن الله لا يحب الكافرين طيب تولوا يعني أعراضوا أو تعرضوا ما قالش ليه فإن عصوا فإن عصوا أو فإن أبوا أو فإن امتنعوا قال تولى ليه أصل الممتنع ممكن يمتنع قولاً يقول لا والعاصي ممكن ما يردش خالص وما يعملش كلام اللي انت بتقوله أو يقول لا والآبي ممكن يقول برضو لا إنما المتولي ده ربنا بيرسم صورته إنه بيده ظهره لسيدنا النبي بيمشي في جهة مخلفة له يبقى كلمة تولى دي كلمة تشخص الرسول تشخص الكفار العصاة بتشخص العصاة بترسمهم تخليك تشوفه وهو ماشي مدي ظهره لسيدنا النبي ويقوله إيه مش عامل أدي معنى تولى وبيبقى الإعراض والعصيان هنا إعراض عملي يعني بتشوفه وماشي عكس الرسول أدي معنى اختيار تولوا دون عصا ودون أطاعه فإن تولوا أدي السر في إيثار تولى عن عصا وعن أبا وعن رفض وعن امتنع الرافض العاصي الآبي الممتنع ممكن يمتنع بالكلام يقول أو ممكن يسكت أو ممكن يشور أنه مش عامل إنما المتولي بيرسم لك صورة العاصي وهو ماشي عكس الاتجاه تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الفاء دي سببية لأن اللي قبلها سبب في اللي بعدها يبقى عدم حب الله تولي الناس عن الرسول وعن الله والرسول يبقى عدم حب الله سبب تولي إعراض الناس عن طاعة الله والرسول يبقى الإعراض عن طاعة الله والرسول سبب في أن الله لا يحب أصحابهم كما أن حب الله تعالى واتباع الرسول سبب في حب الله للناس شوفوا العد الآية دكة الآية الأولى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ويغفر حل يبقى حب الله اتباع يلزمه اتباع جزاءه وثوابه غفران وحب من الله والآية دي والآية دي التولي عن طاعة الله والرسول تستوجب عدم حب الله للكافرين دكة اتباع الله اتباع الرسول حب الله واتباع الرسول سبب في حب الله للعبد وغفرانه الذنوب وهنا التولي عن طاعة الله والرسول سبب في أن الله لا يحب العبد القضيتين اللي الأيتين بيدوروا حواليهم الآية الأولى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله وغفر رحيم القضية بتاعتها حب الله المقترن به اتباع الرسول سبب في حب الله للعباد وغفرانه للذنوب هاي هنا الآية التانية بقى القضية اللي فيها التولي عن طاعة الله والرسول سبب في عدم حب الله للكافرين في حاجة تانية الأيتين هم دون قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله وبعدين فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين برضو كرر الاسم الله عمال يجيبه من غير ضمائر قل إن كنتم تتبعون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وغفر رحيم هالي ثلاث قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله يعني يكره لا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين آه طيب الكافرين دون مش جايز مش جايز يرجعوا لله تاني جايز جايز يرجعوا لله تاني طب سعتها لما يكرههم هيرجع تاني يحبهم هو لما قال فإن الله لا يحب الكافرين لا يحب مش معناها يكره لا ده ممكن لا يحب ولا يكره فلان فلان يا عم أنا لا بحب ولا بكرهه الله يسهله ويسهل لنا يعني موقف منه سلبي موقف منه موقف منه موقف محايد لا حب ولا كراها فلما يقول فإن الله لا يحب الكافرين دقة لأن هذا قد يستغفر وقد يتوب ويثوب ويعود يبقى لما ربنا كرهه هيرجع تاني يحبه الله عز وجل في تعبيره الإعجاز في أن لا يقع منه مثل ذلك فاصل بعده نواصل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد أن عدنا إلى حضراتكم من الفاصل فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الفائد سبب ما سبب أن الله لا يحب الكافرين توليهم يبقى هم الذين تسببوا في ذلك وهذا عدل من الله ولا ظلموا لا ما ظلموه إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون هم بدأوا بالإعراض الله لا يحب المعرضين أنت يعني ولله المثل الأعلى تديني ظهرك وأعرض عنك وأجري وراك أنت معرض دعوتك مرارا فلم تستجد والذي يدعو هو الله مش أنا لا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال لا يحب ولا قالش يكره ليه احتمال اللي عصده يتوب كأنه قال يا سلام على شوف رحمة ربنا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ما بيحبوش لكن ما قالش يكره لقال بس أنه تسبب في عدم أنا ما بحبش الكافرين ربنا بيقول كده فليحافز له على أنه يرجع لأنه ما قالوش بيكره خلاص بتاع الأمر لا دعوة دعوة له لا يحب وبعدين الكافرين ما قالش العاصين السياق يقتضن يقول فإن تولوا فإن الله لا يحب العاصين أو المتولين ما هو كده هو قال فإن كفروا ولا قال فإن تولوا قال فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ليه قال كده كان يقول فإن الله لا يحب المتولين السياق كده بيقول لا ده هنا عدول عدول يعني أنت منتظر أنه يقول لك أنه زي ما قال لك فإن تولوا يقول لك فإن الله لا يحب المتولين لا ده لو أنت اللي بتتكلم إنما ده المعجز اللي بيتكلم عاوز ينفر من التولي فقالك خلي بالك التولي ده كفر أوعة تتولى يبقى كلمة الكافرين جات مكان كلمة المتولين أو المعرضين للتنفير من التولي والإعراض لأنه بمنزلة الكفر والعياذ بالله يبقى أنت تخاف أن تعرض حولها مش هطوع في حيث تدي يا حول ولا أخوة إلا بالله يبقى للأدام بيدا ولا يروحش يصلي جنب الجامع كده وبيدا ولا يروحش عشان يصلي ده متولي وبعدين ده غير محبوب من الله سمناها ربنا كافر تسمية ومش كافر عقيدة كافر عمل العمل ده عمل الكفر مش عمل المؤمنين فإن الله لا يحبه كأن المعنى فإن تولوا يعني فإن أعرضوا فإن الإعراض يشبه عمل الكافرين والله لا يحب الكافرين كده يبقى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال الكافرين والألش المتولين أو العاصين تنفيرا من التولين وتشديدا في تجسيمه يعني قال لبالك أن التولي ده مش ساهد ده زي الكفر لكن هل هو كافر بفعل؟ سماه كافرا لأن التولي ليس من أعمال المؤمنين يعني مزيدا من النكارة ومن الإخافة من الإعراض وعدم السماع لكلام الله ورسوله طيب فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أما جاب لفظ الجلالة عمل كده القانون عمل ناموس إن الله لا يحب الكافرين ينفع قانون ولا قانون ليصير المضمون بمثابة الناموس طيب ما قالش فإن الله لا يحب الذين تولوا أو الذين كفروا قال الكافرين ليه؟ عشان يبينك إنه وصل في الكفر لدرجة كبيرة مش عمل حاجة ولسه في البداية لا ده بأس مكافر أيها الأخوة المشاهدون الأكارم أيها الأخوات المشاهدات الفضليات هذه لمحات معدودات مما تحمله الكلمات الكلمات في الآياتين الكلمتين التي غصنا في أعماقهما على امتداد هذه الحلقات في كل جملة مما غصنا فيه أضعاف 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 ما قلناه لأننا نقول ما تستطيعه عقولنا لكن في القرآن أسرار أكبر هل أنا عبدت معكم كم مرة وردت الراء وكم مرة وردت النون وكم مرة وردت القاف وكم مرة وردت السيد في هذا الكلام إطلاقا لو قمنا بعد بعد الحروف ومعرفة حروف الجهر من حروف الهمس حروف الصفير من حروف الزلاقة حروف الإصمات من حروف الاستعلاء عالم آخر لو درسنا القرآن دراسة مقطعية عالم آخر لو درسنا القرآن في أداء دراسة من خلال نظرية التزمين كم يستغرق الحرف من الزمن في النطق لو درسنا توالي ظاهرة الغنى أو ظاهرة الوقف كيف تتوزع تلك مستويات من الدراسة تحتاج إلى تخصصية عميقة وسبورة وقلم ليست سهلة حتى تطرح طرحاً إعلامياً هذه تختص بالمستويات التعليمية في تعاملنا مع القرآن لأن القرآن فيه مستويات علمية ومستويات تعليمية يعني تدريبية وتثقيفية مستويات إعلامية كل واحدة من دول لها مستوى العلمية الأكاديمية دي البحثية أعمق مستوى التعليمية مستوى مستوى أخف من العلمية وأعمق من الإعلامية الإعلامية ده مستوى بسيط خارج لأننا بناكم القشور السطحية التي نستطيع التفاعل معها في الإعلام لكن القرآن ولما نوصل تعليمية وعلمية بحثية لن ننال من القرآن إلا كما يناله الكث إذا وضع على سطح المحيط كم ينال من ماء المحيط لا شيء هذا الكتاب معجزة المعجزات هذا الكتاب لم ترى البشرية كلها كتابا في إعجازه وإحكامه ودقته وربانيته ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أيها الأخوة المشاهدين والأكارم أيها الأخوات المشاهدات العزيزات والحضنيات إلى هنا تصل الحلقة بنا إلى الشاطئ الآخر إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى قادمة بمشيئة الله تحياتي إلى حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر